بسم الله الرحمن الرحيم ماذا صنع كورونا؟ لعل علينا أن نعيد صياغة السؤال بشكل أوضح ماذا صنع تهديد الموت؟ تهديد أصاب الجميع بصدمة؟ استيقظنا فجأة لنرى انقلاب لكل الموازين ما قيمة كل ما ظللت أعد له طيلة حياتي منزلي ومالي العدة للمستقبل لا شيء بطبيعة الحال يموت أمامنا كل يوم بشر ولكن اليوم الموت يهدد الجميع ثم ينتقل بعض بلا معايير ثابتة له حساباته الخاصة لا يرى مناصب ولا يحاب لأحد إن الأمر لمن يرى بقلبه رسالة سماوية عظيمة لعل القلوب النقية تعي الرسالة وهنيئاً لمنوع الرسالة رسالة ربه وعلم أن الأمور ليست كما تبدو في مظهرها اليوم وقف أغلب قاضات العالم يفوضون الأمر لله منهم من بكى ومنهم من حزره ولكن الجميع أعلن عن ضعفه وطلب العون من ربه لعلنا اليوم نبحث عن سفينة نوح بلا جدوى ترى أين سفينة نوح؟ ترى هل ركبها بعض البشر؟ لعل منا بشر مطمئنون لعلهم قد سيرعوا لركوب سفينة نوح فهم الآن في مأمن لا يأبهون بما أو بكل ما يجرى سيأتي عليهم الطفان ويمضي تاركاً أو تاركهم كما كانوا وأيضاً هناك من قصد قلوبهم فلا هم يرون الطفان ولا هم بحاجة لسفينة نوح فابتعدوا ورفضوا لسماع الرسائل السماوية جميعها وهناك الغارقون أو من الغارقون مؤمنون أو مخالفون فهم عند الله مسواهم والله يحكم بينه لا شأن لنا إلى الله مرجعهم ولكن على كل حال هم قدموا أرواحهم لتقديم رسالة لنا وعلينا أن نحن نتسلم هذه الرسالة ونتفاعل معها بقلوبنا وبعقولنا وبأرواحنا لعل لنا ملجأ وملجأ في هذا التوقيت لا مأمن إلا عند الله سبحانه وتعالى الأزمة أزمة حقيقية وجائحة لم تترك أي مكان في العالم وعشان كده بنقول جائحة هي ليست وباء دولي أو بعض الدول ولكن هي جائحة انتشر على مستوى العالم الأرقام اليومية التي ترصد عدد الحالات المصابة وعدد الوفيات التدابير والاحترازات التي تقوم بها الدول كل هذا تأكيد ودلالة واضحة على خطورة الموقف لا قيمة لحدود ولا لفواصل جغرافية لا قيمة لأحدث وسائل تكنولوجيا النقر كنا من نتصابق لمن يستطيع ابتكار أحدث الطائرات والقطارات ونتنافس في قطع المسافات في أقل وقت اليوم هناك خطر لا يروى بالعين المجردة يقطع كل هذه المسافات في ثواني معدودة يلازم البشر وهو متخفي لا يظهر إلا بعد فوات الأوان وهنا لازم يبقى لنا وقفة مهمة جدا لا يظهر خطر هذا الفيروس إلا بعد فوات الأوان بمعنى الهدف أن نحن نبعد عن الإصابة لأن الإصابة بتحدث وتنيهها بأيام أو بأسابيع الأعراض الخطيرة التي لا يمكن تداركها يبقى من باب أولى أن نحن نلزم دارنا نلزم بيوتنا كل التوصيات اللي قالها أطباء العالم وعلماء الفيروسات تنحصل فيه جزئية مهمة جدا وهي الوقاية خير من العلاج والوقاية في هذا التوقيت هي الحجر الصحي والحجر الصحي يجب أن يطبق ليس على المريض فقط ولكن يطبق على المواطن على الإنسان وتبتدي بنفسك ابتدي بنفسك ابتدي بنفسي النهاردة كل فرد مسؤول عن المجتمع كامل لأن العدوى بتنتشر بسرعة كبيرة جدا من ضمن التصرحات اللي قالتها دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية أن الوضع تحت السيطرة إلى أن نصل إلى الرقم ألف من الإصابة وده ليه معنى مهم لازم كلنا يبقى عارفينه أن لكل دولة إمكانيات وبالرغم من الإمكانيات المتوفرة في مصر لأننا في الطبيعة كنا بنعاني وهناك جهود كبيرة من الدولة عشان نطور نظام الصح وعشان نزود عدد الأسرة وإن إحنا يكون عندنا إمكانيات أجهزة تنفذ صناعي وعناية مركزة النهاردة لما يكون في تزايد لهذه الأعداد هتنقي تعالج مين هتختار من ما بين عشر أفراد فرض وعلى أي أساس هيتم هذا الاختيار علشان توفر له رعاية طبية قرارات مجلس الوزراء هي قرارات يجب أن تحترم وأن تطبق وأن تنفذ بدقة وعلى فكرة لو قدرنا نزود عليها من عندنا نحاول أنا من خلال المتابعة شايف أن فيه التزام في الشرع المصري ولكن أتمنى أن يمتد هذا الالتزام إلى كل القرى المصرية والمحافظات المصرية وأيضا إلى الأماكن الفقيرة المزدحمة لأنها أكثر عرضة وأكثر خطورة أنها تتعرض لهذه المشكلة لازم وإحنا بنتعامل مع هذه الأزمة يبقى عندنا وعي وإحنا بنتكلم في هذا التوقيت بعيد الكلام مرة تانية بصورة مختلفة على أن دي رسالة مهمة جدا لا يوجد علاج للفيروس ولا يوجد علاج لأي فيروس آخر بنتعامل معا من سنين طويلة أنت بتتعامل مع رفع مناعة جسم الإنسان وإنتاج لقاح الهدف منه أنه يحفز الجنس على إنتاج مضادات لهذه الفيروسات يعني جسم الإنسان هو اللي بيواجهه لسه ما توصلناش لهذا اللقاح والصراع القادم هو صراع دولي كنا بنسمع عن حروب عالمية وحروب باردة وقوات دولية بتحشد جيوشها على الحدود المختلفة حاملات للطائرات لكن النهاردة الحرب القادمة هتبقى على من يمتلك العلم على من يمتلك اللقاح أولا بنشوف دول عزمة النهاردة بتدخل رؤوس أموال كبيرة جدا من أجل البحث العلمي دول كبرى بتستقطب أكبر الشركات العالمية في إنتاج اللقاحات من أجل أن تحصل على اللقاح أولا أين البشرية من هذه الصراع والغريب إن إحنا ما بنتعلمش مش بتكلم على المواطن المصري أنا بتكلم على الإنسان أو على البشرية بالرغم من كل الجبروت والقوات التي ذكرتها ولكن نحن أيضا نستعد لحرب أخرى وهي حرب من يمتلك اللقاح المفروض يبقى الهدف هو إنقاذ البشرية المفروض يكون الهدف الحفاظ على حياة الإنسان لنرتقي حتى نعود مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى إلزم دارك ده شعار المرحلة إلزم دارك هو الأمان لك ولأسرتك إلزم دارك هو أمان للمجتمع أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن المجتمع مجرد نقل العدوى هو جريمة جريمة في بعض الأحيان اللي إحنا ما بتاخدش التدابير فيها فأنت بتعرض نفسك وغيرك للخطر إذا كنت مسؤول عن حماية نفسك فأنت أيضا مسؤول عن حماية المجتمع ما تكونش سبب في نشط وباء ما فيش شك إن العالم كله بيواجه واحدة من أكبر الأزمات ده الوقت اللي إحنا بنشوف فيه توحد في العالم المفروض بعيدا عن الكواليس وبعيدا عن أسرعات الأخرى بين الزعماء لكن العالم النهاردة بيتوحد فيه أزمة وفيه فيروس كورونا اللي بتواجه الحكومات ومنها الحكومة المصرية شأنها شأن العديد من الدول عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات اللي فعلا بدأت من أسابية بدأت عند وقت الإعلان عن انتشار الفيروس ده كان على مستوى العالم والتعامل كان معاه بشكل جدي وكان فيه قرارات استباقية واحترازية في وقتها المناسب بناشهد كلنا أي واحد في الشرع المصر تكلمه عن قرارات رئاسة الوزراء يقولك لا كانت في وقتها فيه ناس كانت بتكلم وبتنادي أين الحظر الحظر تم تطبيقه التزموا بيبقى يعني أنا كنت بشوف الناس بتقول الحظر من أول يوم تيجي وانت في الشارع على مواقع التواصل الاجتماعي يقولك لا ده لازم يكون فيه حظر الناس لازم تقعد في بيوته طب النهاردة الحظر خلاص الدولة فرضته وفيه عقوبات لمن يخالف هذه القرارات نلتزم لأن احنا شايفين ازاي الدول القريبة مننا ما قدرتش ان هي تحد من تشار الوباء وموقفها دلوقتي ايه موقفها في منتهى الحرج صحة وسلامة مواطنيها ما بقتش مهددة هي بقت مستهدفة بقت الناس دي بتستنى مين اللي عليه الدور دول كبرى الوضع فيها زي ما بقوله بالحرف هو ما بقاش مهدد هو ينتظر مين اللي عليه الدور مش بالاصابة بالوفاء والحمد لله الدولة المصرية حريصة جدا على تنفيذ للاجراءات الاستباقية وده بيكون وفق تطور حجم وانتشار الوباء في مصر وفيه خطة جاهزة لمواجهة التلات مراحل الاولى كانت الاجراءات الاحترازية والاستباقية المرحلة التانية كانت بتتعلق بالدراسة وتغفيد عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية وحظر الطيران ده بالاضافة لمختلف القرارات اللي تم الاعلان عنها هو ايه الهدف من القرارات دي في المقام الاول انها نحافظ على سلامة وصحة المواطن المصري الدولة ما وضعتش في الحزبان او في الاعتبار اي خسائر ممكنة اقتصادية دولة قالت هنتحملها فترة وهتعدي وده كله جاي تنفيذ لتوجهات السادة رئيس عب فتاح السيسي اللي بيتابع الموقف على مدار الساعة انا بناشد المواطنين للمرة الالف نقلل الحركة بقدر الامكان ما بين المحافظات وما بين المراكز والقرى والمدن ياريت نتجنب اي تحرك غير ضروري او غير عاجل احنا بنتمنى انا نفسي ما نوصلش للمرحلة التالتة من انتشار الفيروس زي ما قلت المرحلة دي اللي اعلنت عنها وزيرة الصحة دكتور هالة زايد ان عدد الاصابات يتخطى رقب الالف هتكون الاعداد فيه بقى متزايدة لان هي تتبع متتالية رياضية بنشوف فيها تضاعف للارقام سريع جدا مش عايزين استهتار لازم نكون على قد المسئولية على قدر من المسئولية ونحافظ على بلدنا دي صحة الانسان حياة الانسان من صحته صحتك صرتك وطنك الرهان النهاردة على وعي المصريين الرهان النهاردة هنقدر نتغلب على هذا التحدي ولا لا ونسبت للعالم كله مدى وعينا ومدى تقدمنا كمواطن مصري حضارة سبع تلاف سنة نموذج وتاريخ عريق قدمنا علماء كتير جدا للعالم وحصلنا على جائزة نوبل في مختلف العلوم يا جماعة الموضوع محتاج مننا ان احنا نفكر كويس جدا محتاج مننا ان احنا نشغل عقلنا عايزين نحتفظ على هدوءنا نحافظ على هدوءنا لان طبيعة المؤمن ان هو لا يجزع المؤمن لا يجزع ولا يفزع مؤمنين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى ولكن في نفس الوقت ربنا قالك تدبر تفكر وربنا سبحانه وتعالى اما احنا رخص كثيرة جدا ففي هذا التوقيت الزم دارك من اجل امنك وامن اسرتك ومجتمع كامل فيه جهود بتقوم بها الدولة في هذا التوقيت بالنسبة لوعب الملفات اللي تعتبر حيوية واستراتيجية وانا الملف ده يعني عندي خجل شديد وانا بتكلم فيه في هذه الظروف انا بتكلم فيه على استحياء لان صعب ان انا اذكره بتكلم على جائحة قسمت ظهر الجبابرة فعلا فيروس قسم ظهر الجبابرة على وجه الارض وتيجي تشوف الدولة ورئاسة الوزراء بتعلن السلح الاستراتيجية متوفرة بتكفينا لتسع شهور قدام ما تقلقوش تطمنوا نفذوا القرارات علشان نحفظ على سلامة المواطن ممتاز تفوجأ هجوم على بعض السلع بغرض التخزين تشوف مظاهر ان انا اضاعف اسعار بعض السلع اللي ما كانش حد بيتعامل معاه متهرات موجودة منظفات لكن بدنا نتعامل معاه بنسب حسب الاحتياج الاستخدامات اليومية زي زجاجة الكحول تركيز سبعين في المية اللي ما كانش حد بيسمع عنها اساسا محدش بيستخدمها بتستخدم فيه تركيب البرفانات تستخدم فيه بعض الاغراطط الطبية فجأة ما بقتش موجودة وبعدها كام يوم انتشرت بعض العبوات وما عليهاش اي بيانات ما تعرفش دي معمولة فين متعبية عند مين لا هي زيزة واصغر حجب وبأربع الأضعاف أربع الأضعاف السعر ده ايه ده لا هو ده كحول وده كويس سلع غزائية زي السكر وزي القرز منافس وزارة الزراعة بتوفرها بأسعار متميزة جدا وعلى مستوى الجمهورية ومعالي الوزير الساد القصير بتابع الملف ده يوميا المعروض قد ايه والكميات المتاحة ايه اللي تسحب نقدر نوفر ايه تاني ده بالاضافة لكل السلع الغذائية على فكرة بأسعار متميزة وعندنا فروق منتشر على مستوى الجمهورية دي خطوة مهمة جدا لكن ان انت تروح الاماكن دي بهدف ان انت تشتري عشان تخزن وعشان تتاجر يا جماعة فين الوعي احنا بنتكلم عن الدين الكتب السماوية كل الاديان السماوية بنتكلم على الاخلاق بنتكلم على الوطنية على الشرف وعلى النزاهة فين فيه وقت انت النهاردة لو بتاجر بحياة المواطن ده معناها النهاردة انا بتكلم على تدابير عشان احمل المواطن من الموت احنا اعتبر الاجراءات اللي شايفينها ومنها فرض حظرة جوال دي حالة حرب واي انسان تسول له نفسه ان يتلاعب بمقدرات المواطن المصري هو خيانة للوطن لاننا في حالة حرب انت خائن لوطنك عاوش تكسب من ايه جنيه ولا اتنين هتوفرهم ولا هتزودهم في سعر كيلو سكر او رز عاوش تعمل صروة وتسيبها المين اذا كان في هذا التوقيت مش هتنفعك اي اموال بص وشوف اسرياء العالم وهم بيبحثوا عن علاج اغناء اغنياء العالم لن تنفعوا صروته امام وباء امام فيروس لا يرى بالعين المجردة العلماء عاكفون الى الان على اختراع لقاح لم يثبت او يتم تأكيد ان احنا وصلنا اللقاح على مستوى العالم والاعلان تم على ان بدأنا الاختبارات السريرية على الانسان وده لسه هياخد فترة ومعنى ان احنا بدأناها دلوقت مبكرة ان احنا ما قمناش بجزئية مهمة جدا ان احنا نجربوا على الحيوان الاول وبعدين نبتدي نجربوا على الانسان وفيه متطوعين ابتدوا يتطوعوا هذه العملية وتم اجراء التجارب السريرية او الابحاث السريرية عليهم فانت النهاردة عايز تعمل احتكار لايه والمين وعلشان ايه العائد منه عليك انت نفسك هل انت في مأمن هذه هي سفينة نوح اللي اتكلمت عنها في البداية الشرف في هذا التوقيت مطلوب جدا بتوجه بكل التحية والفخر للسيد الرئيس عبد الفتاح سيسي والسيد الرئيس الوزراء على المجهود اللي بيتم في هذه الفترة والمتابعة الدقيقة للحفاظ على حياة المواطن المصري اجراءات فيه توقيت مناسب جدا يجب من المواطن المصري ان يأخذ الامر على محمل الجد وان يتعامل مع الازمة على قدر المسئولية وان يعلم جيدا ان الدولة لن تتهاون في تنفيذ القرارات وتطبيقها الدولة لن تتهاون في تنفيذ القرارات وتطبيقها حفاظا على حياة المواطن وليست صحته الموضوع ما بقاش مرض مزمن الموضوع تهديد بالموت نلتزم دارنا الموظفين خدوا اجازة يعني عدد محدود جدا النهار دا اللي انا بشوف موجود الباقي المفروض ما كانه في منزله توقف تام لعلى العملية الدراسية في مختلف مناحي التعليم توقف للانشطة الرياضية عمل جزئي في المطاعم يعني النهار دا احنا بنشوف خدمة التوصيل فقط هي التي تعمل غلق للمقاهي محتاجين ايه يا جماعة وبوصيكم على بلدنا وبوصيكم على اخوتنا ان في ناس فعلا يعني تدررت وتعاني من ازمات اقتصادية لازم نكون ايد واحدة في القوات المسلحة من ضمن الادوار اللي بتقوم بيها وبقى دا مهم جدا ان انت بتتكلم على تطهير مجتمع تطهير هوى الهوى اللي احنا بنستنشقه الاماكن ان احنا بنتحسسها يوميا متر الانفاق والقطار الخدمات الحيوية اللي هي بتشتغل وبتعمل عمل جزئي قوات المسلحة عاكفة ليل النهار على تنفيذ الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بيشتغلوا علشان يحافظ على صحة المواطن من باب اولى احنا بقى نحافظ على صحتنا او على حياتنا هنشوف التأدير دا ونرجع نكمل محضراتكم الشعب المصري يستشعر الخطر على الفور القوات المسلحة المصرية تساند جهود الدولة بالدعم اللازم فهي دائما لم ولن تتأخر أبدا القوات المسلحة المصرية الحصن والسمن بناء على توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيمويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش وذلك ضمن أعمال المتابعة المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية الشركة لإمداد كافة أجهزة القوات المسلحة والسوق المحلي وقطاعات المجتمع المدني بمختلف مواد التعقيم والتطهير حيث تابع رئيس أركاني حرب القوات المسلحة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة وتأكد من جاهزيتها وقدراتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحلل التطهير والتعقيم التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقاً للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الآمن والصحي من خلال القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة فضلاً عن متابعة أحدث الوسائل العلمية وآلية العمل لمواكبة أعمال الوقاية والتطهير التي تنتهجها المؤسسات العالمية في ذلك المجال للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى الاطمئنان على توفير المخزون الاستراتيجي للمواد والمحالي المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم والتي نصت عليها قواعد منظمة الصحة العالمية وتمتاز بخصائصها الآمنة إضافة إلى أنها ستغطي كافة الاحتياجات لضمان مجابهة الأزمة الحالية نحن الحمد لله رب العالمين بنكرس الجهد وبنضاعفه أن نزود انتاجنا ونضاعف الكمية المنتجة حاليا لاستخدامها لمعاونة أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة قامت شركة النصر للكيمويات الوسيطة بزيادة انتاجها من الكيمويات التي تنتجها داخل الشركة لصالح أغراض التطهير والتعقيم وفي سياق متصل استفط عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع بها إلى السوق المحلي ترجمة نانسي قنقر احنا الحقيقة كنا بندور على المنتجات اللي فيها كحول أو المنتجات المعقمة كان في استغلال الفترة اللي فاتت كبيرة جداً كنا بنشتري المنتج أعلى من سعره في الفترة دي النهاردة لقينا فيه عربيات خاصة بالقوات المسلحة موجودة في المنطقة فانزلنا عشان نشتري المعقمات لقينا فيه كميات متوفرة كتيرة جداً ولقينا الأسعار مناسبة جداً وما فيش الحقيقة زحمة لأن الخدمة متقدمة بشكل منظم جداً حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحليل التي تستخدم في أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة والتي شاهدت إقبالاً متزايداً من المواطنين وذلك من خلال منافذ بيع جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى جميع محافظات الجمهورية وذلك في إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية حاجة أنا كنتش متوقعة بالأسعار دية مش متوقعة بالجودة دية الحاجات متوفرة وموجودة الكلور دوت في أماكن كتيرة مش عايزة هو الأسماء غالي جداً جداً هنا الأسعار حلوة قوي ومتواجد في كل حاجة غير من البداية أصلاً وانت داخل اللي بيقس لك حرارتك بيتعامل معاك بتعامل حاجة استندرد مش موجود حتى في بلاد أوروبا يعني يأتي ذلك ضمن الإجراءات المتواصلة من القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أجهزة الدولة المختلفة ولضمان توفير سبل الوقاية وكافة المتطلبات الأساسية ورفع العب عن كاهل الشعب المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر